أهلاً ورحباً بمشاهدنا مع مقربة عيد الأضحى ضروري ما كان تقدوا كل ما كان يحتاجه من المستلزامات من أواني عطرية فأخار وماث والمس ضروري خاص يكونوا ماضين باش يسهل علينا تقطع ديال الحم و التفصال ولكن واش عارفين الطريقة الصحيحة باش نفصلو ونحصلو على كسدان قية؟ اليوم مع القزار سي حميد غادي نشوفو كيفاش نفصلو لحولي ديالنا وأيضاً نزودنا بنصائح لنقدو نحتاجو نهار العيد خليكم معنا موسيقى موسيقى أريد أن ننهي أحد الخروف العيد ونوجدو الكليان كيفاش كيتفصل كيفاش نحيدو الكتف بواحدو العنق بواحدو قربو في مódو ونقربو لنحمر وجوب موسيقى جهو العيد ونستغنى الكوتلات المعلم نحن نضع جواق سوف نضع كباب لنضع الحمة سوف تلاحظوا بأن الفصل الخروف سهلة إنها سهلة إذا كنا أردنا الفصل الخروف نضع الجواق تبقى هذا المرسل الفقاني نحن نضع الجوابق أعلى القتيف وكي نسهل على الناس نحسب سبعة طلعات من هنا واحد جوش ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة هنا ندخلوا بالنموز نقطعوا هنا نضع الكتيف طبق كما تريد صحيح إما نضعوا الفوار أو الحمار أو نصلوا طازين هذا الشحناء و هذا الشيء مع البوسويت و مع البافيت نجمعهم بشيء سبعة وكي نضعوا الكفتاء نضعوا عنقرة بهذه الطريقة وسنكرر بأننا في الدار يمكننا استعمالوا هير منشار بحال هذا اليدوي راتيس هنا نضعوا فقط لا نصحكم إذا أمشارهم قداء لاحقا لن يكون بالنموح حتاري قل له عبد الحمي سنجعلهم لهم أي أنهم ما هذا القديد نحسب القديد و صفحين إن هذا المغربية يتبعون ما يريدون سعراء القديد ونجعلهم لديهم سنجعلهم لهم هذه القديد ضرب القديد سنجعله على الأجوج هذه الطلاعة نزيدها مع المحمر مع المحمر والمروزية يعني هي الطلاعات؟ أي إذا قال الأطلاع وسنضي لكم طرف جنب المحمر ولا طرف الغطلات لا طرف الغطلات السعيد شؤكرا كَطلات جنوبة هذا المفضل هذه الطلاع سنضي لكم هذا الطلاع سنضي لكم نضي لكم مساعدة ونضي لهم قمت بشرك ونضل بالتجين سوف نضع المحمر والعنقرة المروزية هذا الكاتف هذا جاغي الملش سوف نضع الكاتف لنضع الجلاطين بحالة وحالة ومشي مع الطياب سوف نضع الكوتليت لنا هنا لن تأتي بأخذ البروشت جيجو هنا صغيرين سوف نضع المعلومة باباك القياس البروشت هنضروا لغية شوية الملحة ومشي شوية لي بزعى الكوكليت هدا يصلح لنا الشوية أو لا يصلح لنا المقلت هادو الكبب الشوية ثاني عيد هادو قديديات هذه الطرف لها المحمر أو المفور هذه العنقرة تنزيدها مع المليش والتابعة نخليهم المروسية هذه الكتفة واحد الفران وواحد التفوار وهذا شيء وهذا المحمر وهذا الطلاع وهذا المفور مروسية ولا المحمر عيد مبارك سعيد الأهل المكناس جميعا وصاحب الجلالة والمشريف اللي جاء ومسكينه هي أن هذا الوقت كنشكره وتعب معنا وجاء وعطانا وقيت باش نبينوا المحل دي لنا القدرات اللي تنظروه والجودة اللي عندنا والله يخلينا المعلم دي لنا الحاجة جوة كيشتوا معنا اليوم عرفنا كل حاجة كيفاش كتقطة وبطريقة سهلة وبسيطة كانت تمنى تكون وصفتوا ولكن من قبل سعبد الحميد بغيت نسؤولك مرحبا كيف حال المدى اللي يبقى لينا لحولي دينا بعدما ندبحوه باش ينشفلينا تقريبا واحد ساعة لحسب السادة واللي حمدغية كي تتأثر بالحرارة كان من أخذوه للغزار يفصلنا ولكن من عندنا شو واحد للأسرة اللي كيعرفوا كي هذا من أحسن يقطع ذلك شي وديروه في كل حاجة تاخد هاجتها الكوتليت بوحدود بغوشيت اللي قديد ديرا مروزية وديرا تبخار دا محمر ومن ديرو دا كشيف تلاج ومن أكلوه في صحة ورحة وعيد مبارك سعيد للمغاربة كانت كانت منتكو نوسفتو شكرا لمتابعتكم وعيدكم مبارك سعيد ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر